بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درسنا الثالث عبر قناة اليوتيوب الخاصة بمدرسة الملاهل الدولية أسأل الله تعالى أن تكونوا جميعا بالصحة وخير وعافية أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الدرس الفائدة والخيرة والمتعة لنا ولكم إن شاء الله درسنا لهذا اليوم مع طلابي الصف السادس وهو تحت عنوان من مظاهر قدرة الله تعالى فنحن كما تعلمون أحبة الطلاب نؤمن بالله عز وجل ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له فأن الله عز وجل على كل شيء قديد في هذا الدرس وفي هذه الآيات التي سوف نقرأها سوف نتعرف على بعض مظاهر قدرة الله عز وجل التي يلفط الله عز وجل انتباهنا إليها سوف نقرأ هذه الآيات إن شاء الله وبعد ذلك نمر على أهم معانيها فلنستمع بإنصات معا إلى آيات من كتاب الله عز وجل بهذا الصوت الجميل من هذا القارئ رحمه الله صدق الله العظيم نتعرف أولا أحبة الطلاب على بعض المفردات التي ربما كان معناها غير معلوم لديكم عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ هو الخبر وهنا يقول الله سبحانه وتعالى واصفا حال المشركين عن ماذا يتساءلون عن يوم القيامة عن البعث والحساب مهادة مهادة ممهدة للاستقرار والحياة عليها جعلنا نومكم صباتا أي راحة لأبدانكم وجعلنا الليلة لباسا أي ساترا لكم بظلمته كاللباس وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبع سماوات قويات وحكمات وأنزلنا من المعصرات ما معنى المعصرات هي السحب المحملة بالأمطار والآن لننتقل إلى شرح الآيات في هذه الآيات أحبة الطلاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى قومه بهذا الدين العظيم وأخبرهم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له وأنه لا توجد آلهة مع الله عز وجل وأخبرهم بأمر مهم أيضا أن هناك بعثا بعد الموت فالموت ليس نهاية للإنسان وإنما هو انتقال من دار الدنيا إلى حياة البرزخ وبعد ذلك إلى الحساب فالله عز وجل سوف يحاسبنا على أعمالنا في هذه الدنيا ولكن المشركين من كفار قريش أنكروا هذا الأمك كيف يبعثنا الله فكانوا يظنون أنهم يعيشون ويأكلون ويشربون وبعد ذلك يموتون وينتهي الأمر ولكن الحقيقة بخلاف ذلك هناك يوم عظيم ثوف يبعث الله عز وجل فيه الخلائق جميعا من أجل أن يحاسبهم على أعمالهم وعلى تصرفاتهم من أجل أن يأخذ للمظلوم حقه من الظالم من أجل أن يتحقق في هذا اليوم عدل الله سبحانه وتعالى فلا يعقل أن يموت الظالم ولا يؤخذ منه الحق فعدل الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون هناك يوم يحاسب الله عز وجل فيه الناس على هذا على أعمالهم في الدنيا ولكن كفار قريش الذين أنكروا يوم القيامة ولم يؤمنوا به كانوا يقولون يعني كيف نموت وبعد ذلك ندفن وتتحول أجسادنا إلى عظام وبعد ذلك هذه العظام تتفتت فكيف سوف يعيدنا الله عز وجل كيف سوف يحصل هذا الأمر يا محمد فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يذكرهم ويذكرنا ويذكر الناس جميعا أن الله عز وجل هو من خلقنا بداية وهو قادر على أن يعيدنا مرة أخرى والله من حولكم من حولكم وانظروا إلى هذا الخلق العظيم هذه الجبال لماذا خلقها الله عز وجل هل تعلمون أحبة الطلاب أننا نعيش على كرة أرضية وأن داخل هذه الكرة الأرضية يوجد سائل بركان متحرك والقشرة الأرضية التي نعيش عليها لو لا وجود الجبال لكانت دائمة الحركة ودائمة الاضطراب ودائمة الزلازل ولكن وظيفة الجبال كما يخبرون الله سبحانه وتعالى أنها تثبت الأرض والله سبحانه وتعالى يخبرنا فيقول وخلق المخلوقات زوجين ذكورا وإناثا من أجل أن يستمر الحياة على هذا الكون ويخبرون الله سبحانه وتعالى عن آية أخرى من آياته وهو النوم النوم أيها أحبة الطلاب نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى ولا يعرف عظيم هذه النعمة إلا من بأتلي بمرض الأرق فلا يستطيع النوم فإذا ما نام الناس وارتاحوا في الليل ولا يستطيع النوم نسأل الله العافية والله عز وجل يذكر لنا آية أخرى من آياته وعظيم خلقه ومن مظاهر قدرته وهي الليل فالليل جعله الله سبحانه وتعالى ووصفه بأنه لباس لماذا لباس لأن الليل بظلامه يستر الناس وكل إنسان يأوي إلى بيته ويأوي إلى داره ويستتر في هذه الدار وجعل النهار الله سبحانه وتعالى وقتا للسعي والكسب فحالنا الطبيعية أحبات الطلاب أن ننام في الليل وأن ننهض في النهار باكرا من أجل أن ننطرق إلى أعمالنا دراستان وعملان وذهبا إلى المصانع وإلى المعامل وإلى الحقول فالنهار للعمل والليل من أجل النوم لا كما يفعل بعض الناس اليوم مع الأسف وخصوصا في شهر رمضان الذي نحن مقبلون عليه والذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يعيننا ويعينكم على صيامه وعلى قيامه فتراهم يسهرون في الليل وينامون في النهار وهذا الأمر خطأ وضرر على صحتنا لأن الله عز وجل جعل الليل من أجل النوم والراحة وجعل النهار من أجل السعي والعمال وعلى ذلك يخبر الله عز وجل عن آية أخرى من آياته وهي أن خلق الله سبحانه وتعالى فوقنا سبع سماوات قويات محكمات فسبحانه وتعالى ما أعظم خلقه ومن آيات الله عز وجل أيضا أن خلق الشمس وجعل هذه الشمس مشرقة مضيئة وهي التي تتسبب في وجود النهار فيسعى الناس وراء أرزاقهم ومن آيات الله عز وجل أن أنزل علينا المطار والمطار كما تعلمون نعم عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى فلولا الأمطار لما نبتت النباتات ولما سقيت الأشجار ولما وجدنا الماء لا نحن ولا الحيوانات من أجل أن نشرب فسبحان الله عز وجل ما أعظمه وما أكثر مظاهر قدرته ومع ذلك بعض البشر ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أن يكون الله عز وجل سوف يبعثهم مرة أخرى على من أجل الحساب فكيف الله عز وجل خلق كل هذا الخلق وبعد ذلك تستغربون كيف سوف يعيدكم الله عز وجل مرة أخرى ويحاسبكم على أعمالكم أخيرا أحبة الطلاب نصل إلى الواجب المنزلي ماذا سوف نفعل بعد أن استمعنا إلى هذا الدرس الأمر الأول يجب علينا أن نحفظ هذه الآيات مع فهم معانيها وهو الأهم وبعد ذلك نكرر هذه الآيات حتى نحفظها الأمر الثاني كتابة التقويم في الصفحة الخامسة والثمانون والسادسة والثمانون في كتابنا كتاب التربية الإسلامية الأمر الثالث وهو أن نتفكر دائما في يوم القيامة لماذا نتفكر في يوم القيامة؟ لأن من تفكر وتذكر أن هناك يوما سوف يحاسبه الله عز وجل فيه على أعماله فإنه يسعى إلى تحسين أعماله وإلى أن يكون إنسانا جيدا وصالحا فلا يضم أحد ولا يعتدي على أحد ولا يقصر في أوامر الله سبحانه وتعالى وأيضا أن نديم التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى في خلق السماء في خلق الليل في خلق النهار لأن هذا الأمر كما قلنا سابقا فيه فائد عظيم لنا أننا نزداد إيمانا بالله عز وجل وأخيرا أحبة الطلاب لا تنسوا أن تحافظوا على صحتكم وصحة أهلكم فلا تخرجون من بيوتكم إلا للضرورة القصوى وحتى هذه الضرورة أنا أتمنى أن لا تلجأوا إليها أبدا لأن الخروج من البيت كما تعرفون في هذه الأوقات أولا ممنوع في القانون والأمر الثاني قد يسبب الضرر لنا ولأسرنا أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يديم عليكم نعمه وأن ينفعكم كما ذكرنا والحمد لله رب العالمين